يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيط يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من يونس توك هذه الحلقة ستكون مشاركتكم الثمار التي اقتطفتها بعد تدوين بحمد الله وعونه لـ 1239 يوما دون انقطاع والحمد لله رب العالمين وذلك استجابة لاقتراح الأستاذ محمد جواد كاتب الإعلانات المميز كاتب المحتوى بصفة عامة لكن متخصص في كتابة الإعلانات في الفترة الحالية فإذا يقول الأستاذ محمد جواد الحقيقة أن تجربتك تستحق مساحة أوسع حلقة مطولة في البودكاست مثلا تشرح التحديات هذا مهم والفوائد التي واجهتها في رحلتك شكرا أستاذ محمد جواد لهذا الاقتراح الطيب وأبشر بكل خير طبعا للسياق لمن لا يعرف هذا أنا يونس بن أعمارة رائد أعمال محتوى أنشئ تجارة ناجحة قائمة على المحتوى عبر الأنترنت ومن بين هذه التجارات الحالية رضيف مجتمع رضيف لأستاذ محمد جواد مشترك في مجتمع رضيف فالروابط ستجدونها تابعة لهذه الحلقة فيها رابط الاشتراك في رضيف اشتركوا معنا في رضيف لنوفر عليكم الكثير جدا من الوقت والكثير جدا من الجهد والكثير جدا أيضا من المال لأن الاشتراك في رضيف رمزي مقابل القيمة التي نقدمها لله الحمد فإذا للسياق بدأت أستقبل يوميا على تويتر اقتراحات ما سأكتبه أقول السلام عليكم سباح الخير أو مساء الخير تدوين يوم جديد تدوين جديدة فيقترح الناس عليه ما أدوينه في ذلك اليوم إذن بدأت أستقبل يوميا على تويتر اقتراحات يوم 5 ديسمبر 2021 وتوقفت يوم 8 فبراير 2023 ما يعني استمراري في ذلك لأربعمائة وثلاثين يوما الحمد لله يعني سنة واحدة وشهرين وثلاثة أيام دون انقطاع هذا على تويتر لكن تدوين اليومي في مدونتي بدأ قبل ذلك فبدأ 18 سبتمبر 2019 وتوقفت اليوم أي 8 فبراير 2023 طبعا اليوم مقصود به لما نشرت أنا التوقف عن تدوين اليوم ما يعني تدويني متواصل دون انقطاع لما يزيد عن 1239 يوما ولله الحمد أو ثلاثة سنوات وأربع أشهر وثلاثة أسابيع ويوم واحد طبعا وبعض الساعات إلى آخرين يعني نعتقد ساعة واحدة بس لكن لا بأس نحن طبعا نحكي عن الأرقام لأنه مهمة جدا لأنه لا أعلم عربيا يعني حقق هذه الأرقاء هذا الشيء مهم وجيد لأني راح أشارككم تجربتي والفوايد والتحديات طبعا تحديات كانت كبيرة جدا خاصة لمن هم مثلي لأن أساسا أنا أنتج المحتوى من غير التدوين اليومي أو استقبال الاقتراحات في تويتر فلدي كانت لدي نشرة ومزالت على فكرة أنشر فيها شهريا لكن في البداية كانت أسبوعيا وحولتها شهريا نظرا للانشغال وأيضا حتى هذا البودكاست كما تسمعون في المقدمة شارة المقدمة يعني مقطعا مقدمة ألقاكم كل أسبوع وأنا ألقاكم كل شهر وليس في وقت محدد ذلك أيضا عندي بودكاست يونس كانس أسبوعي وأصبح شهري تمام وهذا التخفيض في معدل الإنتاج مهم جدا للصحة النفسية والجسدية بكل أمانة يعني فبدل أن تنقطع كما أخبرت بعض الناس بدل أن تنقطع يعني خفض وطيرة الإنتاج وهذا ما حدث مع التدوين تدوين اليومي أيضا لكن هذا ليس السبب الوحيد لانقطاع التدوين اليوم السبب هو مجمل عدة أسباب تكونت أصبحت حدث فقررت التوقف عن التدوين اليومي وسوف أفصل في ذلك يعني الآن بإذن الله ففي البداية لما بدأت التدوين اليومي كان يتابعني من يعرفني من قبل لأنني أيضا نشط الحمد لله في كورة بعض المواقع الأخرى في فترة سابقة حسوب آي أو لازلت نشطا في كورة حتى الآن فإذن من كان يتابعني أنا قلت الموضوع الاقتراحات بالذات إلى تويتر ففي البداية لم أتلقى كثير من الاقتراحات وكانت حتى العجبات بمقترحات اليوم يعني لما أقول تدوين جديد يوم جديد تدوين جديد تفضلوا باقتراحاتكم لم يكن في تفاعل كبير لكن بعد الاستمرارية لفترة زي ما حكينا أنه فتح باب الاقتراحات في تويتر استمر لسنة وشهرين وثلاثة أيام فبعد فترة ممكن ثلاثة أشهر أربعة أشهر أو أكثر من ذلك خلينا نقول ستة لكي نضمن الدقة أصبح الناس يعني بالفعل يتفاعلون كثيرا مع هذه الاقتراحات وبدأت الاقتراحات يعني مستمرة والله الحمدو أجبت عليها كلها جواب شافي كافي ولما تدخل إلى حسابي سترى ردة فعل الناس على أجوبة التي قدمتها وهذا من فضل الله عز وجل طيب فبدأت ألاحظ أنه أحيانا بعد مرور هذه الفترة أنه لا تأتيني أي اقتراحات هذا رقم واحد ثانيا المواضيع مكررة ثالثا يبدأ رديف يجذب عدد كبير من الناس والله الحمد هذا الشيء مفرح فرأيت أن الأولوية من جهدي ووقتي وطاقة وتركيزي هي لمشتركي رديف جميل جدا أن نقدم المحتوى المجاني ولا زلت مثل هذا ولننقطع بعون الله وحمده لكن الأولوية طبعا لمن دفعوا واشتركوا في رديف فهذه مجمل الأسباب عموما لماذا توقفت أساسا عن التدوين اليوم يركز هنا أنه توقفت على التدوين اليوم لكن ليس التدوين المطلقة لأنني أدوم بين الحين والآخر نصيا أو صوتيا مثل هذا أو فيديو على قلاتي في اليوتيوب وأدعوك لمتابعتي في كل المنصات يعني منصات بودكاست وسأكون ممتن وشاكر لك لو أيضا تعمل تقييم للبودكاست في منصة البودكاست التي تستمعون فيها إلى هذا طيب ما التحديات لأنه أستاذ أيضا محمد جواد حكى ما التحديات زي ما حكينا هو أنا أساسا كان هذا تحدي كبير جدا صراحة لأنه زي ما حكينا أنه ليس فقط التدوين اليومي فأنا كان عندي دوام كامل في رديف أدرس فيه الناس عندي حصص عندي استفسارات أجيب عليها عندي عمل كامل أتفرغ له وهو رديف تمام هذا رقم واحد أيضا كان لدي أن أطلق نشرة عدد نشرة واحد على أقل فلوس كان في الأسبوع في البداية ثم أصبح شهري وبودكاست أيضا كان أسبوعي ثم شهري فكان كم الإنتاج والله الحمد كبير جدا وهذا أصلا تحدي يعني وجدت تحديات كبيرة جدا للاستمرارية بكل أمانة لكن مع تنظيم الوقت وعمل حمية معلوماتية صارمة مهم جدا حتى الحمية المعلوماتية والحمية الحقيقية يعني الأكل جيدا النوم جيدا هذا مهم جدا استيقاظ صباحا لعمل أكثر عدد ممكن جدا من المهام أو إنجاز أكثر عدد جدا من المهام أصلا أساسا أساسا نسألوني أكثر من مرة وجوبت أكثر من مرة يعني كيف أساسا أنت تمكنت من تدويني اليوم يعني هذا من أكثر الأسئلة التي طرحت وجوبت عليها أعتقد أنه عندي عشرة تدوينات أساسا عن كيف أتمكنت في ذلك والله الحمد هذا أيضا شيء مهم في الموضوع الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة في قول هذا نستمر في الكلام عن التحديات والفوائد بالصفة عامة لأنه هذا سيكون حديث عفوي وحر وشارككم فيه عفو الخاطر ما أرائي وتأملاتي حول هذا المنجز ولله الحمد طيب فإذا بالفعل كانت فيه تحديات لكن كما حكينا وكما كتبت من قبل في التدوينات أنه بتنظيم الوقت بعمل حمية معلوماتية وحمية غذائية وأيضا الحمية الغذائية صراحة لا أتبع حمية أقرب شيء أتبعه الآن هو ما يشبه الكيتو لكن ليس الكيتو بشكل ممتاز صراحة فليس لدي حمية منظمة تنظيم صارم لكي نقول أنه لكن بالفعل أنا أراقب ما يدخل لجسدي لأنه بالفعل يؤثر على الطاقة وما شابه وأيضا يقول لك خبراء الإنتاجية وما شابه أنه أدر طاقتك ولا تدر وقتك لأنه مهم جدا أنك لو تدير في نظرية كل الضفتة أكبر مهمة ومعقدة في الصباح يعني بأنك تنجزها وتزيحها عن مكتبك كما يقال أو طباخك كما يقول الإنجليزي فهذا مهم جدا لو تستمر فيه أيضا الدافع النفسي يجب أن تعمل حمية معلوماتية لأن الشبكة الاجتماعية كما تعرف لها أثر شديد وأيضا حتى الأخبار السيسية وما شابه والبيئة المحيطة من تصادق من تكلم ما هي المواضيع هذه كلها تؤثر تأثيرا كبيرا جدا على الإنتاجية كان لدي تنظيم لهذه المواضيع فتمكنت إلى حد بعيد من الاستمرارية أيضا أنا نفسي أنا بيني وبين نفسي لما ذهبت إلى مؤتمر الناشرين العرب الطبعة السادثة في الإمارات يعني قلت مستحيل أن أستمر في التدوين قلت بيني وبين نفسي مستحيل أن أستمر وأنا مسافر يعني ولكن تمكنت من ذلك والله الحم أيضا هذه نقطة مهمة جدا أنت لا تدري ما تستطيع أن تفعله حتى تجرب فجربوا توقع الحي الذي لا يموت جربوا فإذا أنا دونت حتى ضمن السفر نفسي يعني طالع طيارة نازل طيارة وذهب يعني بالحافلة يعني لازم تعلم أنه بين العاصمة مثلا وبين المطار وبين المكان الذي أعيشه في 750 كم يعني أعيش في أكبر دولة في إفريقيا الجزائر يعني فالمسافات ليست صغيرة مع ذلك تمكنت والله الحمد من التدوين عدم كسر تدوين اليوم كان هذا تحدي لأنني كنت مسافر ولازم أحذر يعني كلمتي في اللقاء والآخرين والآخرين لتبعني يعرف كنت أعمل فيلوغات يعني تدوين مرئي في مدونة في ورد بريس ولله الحمد والمن طيب فكما ترون هذه التحديات التي تواجه أي بشري مع حلولها المختصرة التي حكيت عنها من بين الفوائد هو أنه التسويق أنه يكون لديك سمع رقمية جيدة جدا أنك تبيع خدماتك ومنتجاتك بمختلف الأشياء يعني لأننا أقدم خدمات احترافية توظيف الكتاب توظيف مدرع مشاريع توظيف مترجمين هذه للمؤسسات وأيضا أقدم استشارات ودورات خاصة للأفراد فقط في الأسي أو يعني خارج رديف على فكرة أنا أجعل الناس خبراء الحمد لله في الأسي أو ولمن يريد ذلك يدخل إلى مدونة ويطلب الاستشارات استشارات أيضا حتى في صناعة تجارات قائمة على المحتوى الربح منها وتطوير المشاريع التجارية القائمة على أنترنت بصفة عامة فهذه الخدمات كيف سيطلبها الناس وهم وأنت لا تظهر لهم شيئا هذا السؤال مهم فهذا يعني من الفوائد أيضا كان نقطة مهمة جدا هنا لازم يعني نعرفها من أهم الأشياء التي أفادت الناس في هذه الرحلة من التدوين اليوم لم تكن المضمون بحد ذاته مضمون الحمد لله يعني أفادي الكثيرين لكن ركز معي هنا أنه ليس المضمون بحد ذاته فقط بل مجرد النشر نفسه وهذا أخبركم كيف ذلك الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة كيف ذلك تسألني؟ أقول لك في بعض الناس حتى لو لم يقرأ ما أدونه يومياً لسبب أو لآخر لإنشغال أو ما شابه أو في بعض الناس يعني يخصص نيات الأسبوع لقراءات معهم جزء من محتوى خلال كل الأسبوع بارك الله فيهم يعني مهما كان كان مجرد أن الناس كانت تفرح سراحة يعني تتصد بيتفرح لما مجرد أن أقول يوم جديد تدوين جديدة تفضلوا باقتراحاتكم يعني هذا أصلاً دفعة أن يونس مستمر مع ذلك يعني لا يحصل على مال مباشر من هذا الفعل فلماذا أنا لا أستمر؟ فكان تحفيز وطاقة كبيرة جداً صراحة أنا الشيء الذي كنت متردد أني لا أوقف التدوين لكي لا أخسره هو هذا الشيء أني كره أن يعني أوقف حماس الناس بكل أمان لكن هم تفاهموني وأشكرتهم فأنا أشكرهم بالفعل فأنا فاهم التأثير الحماسي وضخط دفعة الحماس كبيرة جداً في قلوب الناس لمجرد رؤية يعني مستمر في التدوين اليومي هذا الشيء يعني لم أكن أريد أن أفقده بغض النظر عن أي شيء آخر لكن الحمد لله تفاهم الناس وأنه هذا في صالح سحتي وفي صالح أيضاً أني أحط تركيز أكثر لجماعة رضيف وهذا ما تم بالفعل لأنه أصلاً يعني لو نتحدث أما زلت مستمر في الإنتاج اليومي مئة بالمئة قطعاً في تويتر وغير ذلك لكن لم يصبح هناك تدوين يومي فقط لكن نشاط الله الحمد مستمر أيضاً من الأمور التي تفيدك في التغلب عن هذه التحديات هو أنه يقول لك الغربي إضافة إلى أنك إدارة الطاقة وليس الوقت وأنك تأكل الضفدعة ومفهوم في الإنتاجية معروف جداً وأيضاً في واحدة أيضاً خبيرة إنتاجية معروفة أيضاً بتنظيم الوقت للأسف نسيت اسمها بدقة لكن أنا أعطي لك مفهومة وأنتحدث عنها في مدونتي هو أنه قتلك تخيل لو أن الأنترنت تنقطع العاشرة صباح ماذا ستفعل؟ فأنت رح تهرع لإنجاز أكبر المهام وأصعبها وهذا نفسه يعني بطريقة أخرى نفسه مفهوم كل الضفدعة في البداية يعني أصعب مهمة وكذا يعني تحمل كلها ابتلحها تمام وسيكون لديك متسع من الوقت لفعل أشياء أخرى في سائر يعني اليوم تمام أيضاً هي تقول لك ابترض معي فقط أنه الأنترنت تنقطع العاشرة صباحاً ما أنت فاعل أيضاً رح تنهى صباحاً مبكراً طبعاً وتنجز المهام أصعب العقل يعني أكبر مهمة مهمة جداً لديك قبل أن تحل العاشرة تمام أيضاً من الأمور المهمة في ناحية الانتاجية وأن تطلق عدة مسارات للمشاريع المقصود بهذا عدة مسارات للمشاريع هو أن تطلق عدة مشاريع مع بعض فلا تكتفي فقط بالمدونة بل مثلاً تعمل نشرة تعمل بودكاست تعمل قناة يوتيوب لماذا هذا مهم؟ لأنه حتى لو فشلت في واحد أنت رح تفشل في واحدة مئة بالمئة رح تستمر في الأخر أنا الشيء الذي شجعني على التدوين اليومي لهذه الفترة التي لم يسبق لأحد عربي أن قام بها باللغة العربية والله الحمد هذا يعني التحدث من نعمة الله عز وجل وأنه بالأساس كان لديه مشاريع أخرى وكلها فشلت في الاستمرارية فيها على فكرة أنا أحكي عن الفشل أيضاً بشكل طبيعي وجيد جداً وبدون أي مشاكل تمام؟ عادي فأنا فشلت مثلاً في هذا البودكاست نفسه الذي تسمعونه في التقيد بالأسبوع لم أستطع تمام؟ لكن قلت بدل أن أتوقف دعنا ندعه شهري وهذا ما كان ولهذا الحمد لله ينسطوك أيضاً بين البودكاستات الواحد بالمئة في العالم اللي استمرت لأن معظمهم لا يستمر يعمل أربع حلقات ويتوقف يعني ومعظمهم وصل إلى ثلاثة وعشرين فقال لك اللي يزيد 24 فقت الـ 24 اللي الحمد عندي أكثر من 150 حلقة منشورة فهؤلاء من بين الواحد بالمئة في العالم فهذا شيء جيد شفت معاني أنا خفضت يعني الوتيرة أيضاً النشرة كانت أسبوعية ولم أستطع وتوقفت على الأسبوعية وبدأت في الشهر فأنت لما يكون أيضاً حتى اليوتيوب أساساً ما عندي جدوى فقط عندما أرى شيء مهم ونافع لي الجمهور عن شر تمام؟ هذا الشيء الشيء الذي لم أفقد إلى جانب أو لم أفشل فيه الله الحمد إلى جانب التدوين اليومي هو حصص رديف وحصص رديف يعني الآن رديف عمره عامين والله الحمد لأنه تأسس في 22 فبراير 2021 والآن نحن في 2022 فيعني رديف لم أفشل الحمد لله أو أفوت أي حصة غالباً يعني أعتقد أنه فشلت في حصتين لكن على مدار عامين كانت كل الحصص في وقتها كلياً تماماً يعني بالله الحمد هذا الشيء مهم جداً فإذا أنت لما تطلق عدة مسارات رح تفشل قطعاً في بعضي هذا الشيء مهم لك رح تنجح في بعضي فالناس رحي طبعاً بيشوفوا النجاح ما يشوفوا أمور الفشل ولا تقلق لن ينتقدك أحد لأن الناس متفاهة أساساً أنا لما قلت توقفت عن التدوين اليومي قبلها بأيام كانت الناس تدعي لي يعني الله يعينك والله يعينك فالناس فاهم الجهد خاصة اللي كتب مقال في عمره اللي كتب مقال في حياة ورا يفهم الجهد المبذول في هذا الشيء تماماً؟ وأنا أبشرك بكل خير وأنه لما تكتب مقالات هو بالشكل الذي أكتبه صعب جداً جداً قد تسهل الأمور تمام؟ عندما تكتب ولكن ليس من طلبات الجمهور لكن تخيل معي أنك لو تكون مثلي لا تعرف ما الذي سيقترحه الجمهور أنت رح تبذل وقت في البحث إن لم تكن تعرف ذلك الموضوع وترتبه وتنصيقه وتستشهد بالأدلة إلى آخر إلى آخر ثم تنشره هذا صعب جداً على الناس لهذا أصلاً أنا كشخص أنصح تحدي رديف لأنه تحدي رديف ما في ناس رح تقترع عليك المواضيع فأنت تختارها فهذا يسهل يسهل عليك الكتاب ثم لما تصل إلى مستوى تعرف نفسك أنه يمكنك أن تنفع الآخرين يعني إجابة على افتراحاتهم لا بأس بذلك وأيضاً أنا أقول لك لا تقيد نفسك بيوم 24 ساعة أنا كان من شرطي تمام؟ من شرط التدوين اليومي هو أنه لازم أجاوب على الشخص في تدوين هذا الشروط في 24 ساعة هذا الشيء أيضاً تقيد بالوقت صعب وليس سهل على الجميع فأيضاً هذه هي الزبدة والخلاصة هذه هي التحديات وكيف تغلبت عليها والثمار التي جنيتها والله الحمد أيضاً لاحظ أني تكلمت عن هذا كثيراً في مدونتي فعليك بها زرها لأنه الآن زي أنت ما شايف يعني تعرف ماذا 1239 يوم دون انقطاع يعني عنده 1239 مقال تمام؟ لكن هو المجموع أكثر طبعاً لأنه أنا بدأت التدوين لكن ليس اليومي من فاترة طويلة جداً أعتقد 2014 والله الحمد فالموجود فعلياً الآن في مدونتي تقريباً يعني نحو 1800 مقال والله الحمد إذن اشتركوا في رضيف لكي تصبح كاتب الخارق الذي طالما حلمت أن تكونه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهله وصحبه أجمعين سلام نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم انتظرونا في الأسبوع القادم ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست علماً أنه بإمكانكم مرسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى اشتركوا في القناة